هل هو اللقطة بتعاد صلاح الملعب؟ طبعاً لا حاجة بتأكد ان يعني ان في حاجة اسمها رمز في كرة القدم يعني الكرة مش مش بس جوء الملعب حاجات كتير قوي برا الملعب فطبعاً يعني حركة عالمية كمان يعني بتأكد ان صلاح ليه دور استمده كمان من قيادته المنتخة في كنس الأمم فيعني نتمنى ان صلاح مع الموضوع ده مع الرد الفعل الإيجابي بتاع جمهور المصري وجمهور كمان برا مصر ان يفضل مكمل لان كان فيه شوية شد وجذب كده الفترة اللي فات دي بسبب تجديد عقد صلاح مع ليفر بول فانا اتمنى ان شاء الله ان هي نفسياً كمان تفرم مع صلاح وان هو ايه الحق طبعاً فينات شامبينزي انا مختلف على فكرة ايه محمول ان المصلاح يثبت مثلا او يثبت انه جميل او يثبت انه حلو او يثبت انه وطني او يثبت انه رمز او محمد صلح لسه هيثبت او انا بالنسبة لي اهم حاجة في اللقطة النهاردة ده كريم ان الموضوع هينتشار في العالم كله ايوا يعني هتلاقي سكاي سبورس ودني ميل وبي بي سي وكل الناس بتكلم عن الكلام ده وارد لو فيه علاج لمؤمن ذكرية في اي حاجة احنا مش عارفنا لسه او فيه شيء العلم يبتقدم فيها وارد دي تكون حاجة من السكة السكة اللي بتفتح ان هو ربنا بإذن الله هي دي اهم حاجة بالنسبة لي فيه فيه اشارة حلوة جدا انه ربما حد بيتفرج ماله يا جماعة الراجل لا تبا انا عنده ايه تم احنا عندنا العلاج دوت تم حد يبعت لمحمد صلح ولا وكيله يقول له احنا نعرف نعالجه فانت قلت نقطة في منتهى الهمية كمان مش ضبط انا يعني ما عرفش هل في حاجة ولا بس وارد جدا يعني نقطة صحفية زكية هم برا هم بينقلوا الخبر هم بيجيبوا كواليسهم مش هيعدوها بسهولة يعني اول حاجة يسأل مين ده يعني اول حاجة يسأل ليه الراجل ده داخل مالعب ده زمينه طب هو ليه موجود كده هاده بقى يسأل ويعرف هو مريب بايه فارد جدا نشوف حاجة يعني بإذن الله ربنا يشفي مؤمن وعافية ربنا ان شاء الله لا تحيلو هي اللي قطت اليوم زي ميقول ماش هده اليوم طيب تكلموا عن المباراة بقى مباراة نفسها ليفربول وتشيلسنر شوفت المباراة زي والله هي استكمال مسلسل عدم التوازن شوية لليفربول يعني عايشوا في مبارياته في الدوري الانجليزي ممكن شوفناه شوية في لقطات في ماتشين فياريال سواء الزهاب او العودة بس يعني قدر ليفربول بالشخصية بتاعته ان هو يرجع تاني ليفربول عنده مشكلة ان فيه فترات خلال المباراة بلاش الشخصية بتاعته ديت عشان بيب جورديو لا يقفش لا انا عجبني جدا ده لحرض التصريحات اللي بدأت ما بين لك فاكل لما كنت توقعين مرمزي بتعملوا برنامج زيبان كنفين الشخصية صعيبك لا ليفربول يعني انا مستغربه شوية ان في المباريات الاخيرة ان فيه اوقات من الشوت الاول او الشوت التاني او يمكن شوت كامل ليفربول بره تركيزه وخصوصا كمان ده متزامن مع فكرة النص ملعب ليفربول الدفاعي مش بيقوم بأدواره بالشكل الاكمل يعني فابينيو بقينا نلاقي ان فابينيو حتى كمان كالياقة وانه بيعمل فاولات كتير وبياخد كروت كتير طبعا اتياجه الكنتارا في الجزء الهجومي عمل زيادة هجومية قويسة قوي مع السلسل الهجومي لسي ممكن فابينيو النهاردة ما كانتش موجود وحاسيت انه وصلت الملعب تأثر اكتر بغيابه تأثر اكتر واكتر لا كمان لو فابينيو موجود بنشوف ان فيه مساحات موجودة انا اعطاك يا يوبا انه المساحات دي غالبا بتيجي من الضغط العالي دائما بيعمل ليفربول بياخد الرزق يعني ليفربول طول الوقت بيضغط جامد جدا بالعيب الوسط والثلاثة المهاجمين وبياخد الرزق اي كرة طويلة تتنظم بشكل كويس للخروج هي بتلاقي فاندايك ومتيب او فاندايك مثلا وكانو تي ويبقى هم الوحدهم بقى يلحاهم بقى ارنلد شوية ارنلد شوية فده اللي علاقة باسلوب اللعب معاك ميون في المية وده اللي مخليني برضو بستغرب ساعات من كلوب يعني في مباراة مثلا زي المباراة فياريال هو ما كانش مطالب قوي انه هو يضغط ضغط عالي بنتيجة مباراة الزهاب شفنا الشوت الاولاني في مباراة فياريال كان متاخد نص الملعب وكان فيه هجمات كتيرة ومستمرة على التفاع ليفربول نفس الكلام مثلا في مباراة طواطنا في الدوري اللي ممكن تكون سبب رئيسي لو ليفربول ما قدرش انه هو يتوق بدوري انجليزي ان الشوت الاولاني واجزاء كمان من الشوت التاني كان ليفربول بعيد فيها جدا عن انه هو يستحوز على الكورة وانه هو يهدد المرمى بشكل مستمر ففيه عدم توازن موجود في ليفربول يعني لازم كلوب انه هو يحاول يخلق التوازن ده في مباراة ريال مدريد لانه ريال مدريد وكريم بنزيمة شوفنا الاستغلال الامثل وكونبيرج الريتس بتاعتم عامل الزي